نروح كمان لخبر تاني في بوابة الاهرام وهو متعلق بنحمد عبد المنعم كلكم عارفين بقى ايه فكرة لعب تقلق وعمل بطولة افريقية على اعلى مستوى تبدأ بقى ايه العنوين عرض من الميلان عرض من اتلانتا مش بقيد ممكن تلاقي مثلا عرض من ريال مديدو باريسان جرمان على مدار السنين بشوف التفاصيل دي على لعبة كتير قوي والفكرة بحد ذاتها اي نادي في اوروبا لما بيبقى عايز يضم لعب بيتابعوا على فترات طويلة بس المشكلة ان التفاصيل دي بعض اصلا مصر بيحبوا ينشروا الاخبار دي في السوشيال ميديا او المواقع عشان الاسم الوكيل يتكتب يعمل حالة بروباجندا بالنسبة لللاعب انا اتمنى محمد عبد المنعم يركز في المرحلة اللي جاية مع الاهلي عنده تصفيات افريقيا المؤهلية الكاسي العالم مع منتخب مصر امام السنغال المراحل دي هتدي محمد عبد المنعم قيمة اكتر وخبرات اعلى عشان لما يوصل عرض بجد او عرض رسمي يبدأ ياخد مشواره الاحترافي زي ما حصل مع محمد صلاح نجم نادي الفربول في هذه الفترة لكن فكرة ان محمد عبد المنعم عنده عرض من ميلا واتلانطا او اتلانطا الايطاني الحساب الرسمي للأهرام النهاردة بيقول ان النادي الاهلي نفى نفيا قاطعا انه لم يتلقى اي عروض رسمية لضم اللاعب خلال الفترة اللي جاية وبالتالي كل التركيز الفترة الجاية ان اللاعب عنده مباراة رسمية مع الاهلي في دورة ابطال افريقيا وان شاء الله هيكون احد الدعام الاساسية لمنتخبنا الوطني في مبارتي السنغال اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض لسه عندنا تفاصيل ونروح للترند المحلي وشوية معلومات واغبار خاصة بمنتخبنا الوطني في المرحلة القادمة